قرحة الجهاز الهضمي هي وجود جرح في بطانة الجهاز الهضمي إذا بنتكلم عن القرحة في المعدة أو في الاثنى عن شهر فهي أكثر أسباب القرح أو أماكن القرح في الجهاز الهضمي طبعاً لها أسباب جداً كثيرة وإلها أعراض جداً كثيرة يطول الحديث عنها وعراضها متفاوتة وقد تتداخل مع أمراض كثيرة جداً لذلك التشخيص واجب طب دكتور أمتى يتوجه الشخص إلى الطبيب؟ إذا كانت الأعراض مطولة أو كانت الأعراض مزعجة جداً للمريض أو لم تستجب على العلاجات البسيطة التي يمكن يخذها الإنسان لألام المعدة المتكررة أو كان هناك أعراض لعلامات النزف من الجهاز الهضمي سواء التقيق المتكرر أو التقيق باللون البني أو التبرز الدموي في هذه الحالات يجب التوجه للطبيب بالسرعة الممكنة أسباب حقيقة قرحة المعدة متعددة ولكن أكثر من 90% من الحالات لها سببين السبب الأول اللي هو التهاب البكتيري الناتج عن الجرثومة الحلزونية أو جرثومة المعدة والسبب الآخر استخدام المسكنات بشكل غير طبيعي أو بشكل متكرر مسكنات الألام وخفضات الحرارة مثل البروفين والديكلوفيناك والأسبرين بشكل متكرر بعض الحالات النادرة جداً يكون السبب فرط إفراز عصارة الجهاز الهضمي وخصوصاً عصارة المعدة في أمراض محددة لذلك التشخيص أعتقد لازم يكون عن طريق زيارة أو بعد زيارة طبيب مختص بموضوع القرح والجهاز الهضمي نعم دكتور ذكرت حضرتك مجموعة من الأعراض اللي قد تكون في مراحل متقدمة التقيق المستمر أو كثير من الأعراض اللي يشكلها شوي يعني هيك ثقيل فيه أعراض أخف ممكن أنه تصيب وتنبه الشخص أنه هاي قرحة هذا الكلام للمراحل المتقدمة لكن فيه الأعراض العامة اللي هي ألام أعلى البطن شعور وجود الحرقة أعلى البطن ما بين القفص الصدري والسرة البطنية شعور الغثيان الشبع المبكر الألام التي تزيد أو تخف عند تناول الطعام وهناك فرق ما بين قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر فالمعروف أنه قرحة الاثنى عشر تخف تخف الألام عند تناول الطعام نعم بعكس قرحة المعدة اللي المصاب المريض المصاب فيها يتفادى تناول الطعام لأنه تناول الطعام بزيد مشكلته وبيزيد ألام نعم طيب دكتور إيش الأمراض اللي ممكن تدخل فيها هاي الأعراض هل يعني كل هاي الأعراض أو بعضها لما يصيب الشخص هي بالتأكيد قرحة أو لو ممكن يكون إشي تاني غير قرحة الاثنى عشر نعم أكيد إحنا ألام أعلى البطن يعني إلها أسباب جدا واسعة وجدا شديدة ومتعددة تأخذ التاريخ المرضي من المريض والأسئلة المباشرة للمريض نعم الفحص السرير للمريض يمكن أن يعطيني تشخيص مبدئي عن وجود قرحة من عدمه لأنه في أسباب أخرى متعددة مثل التهاب البنكرياس التهاب المرارة التهاب القنوات الصفروية حتى التهاب جدار البطن وعضلات البطن ممكن تعطي أعراض مشابهة لوجود قرحة المعدة لذلك ينصح أي إنسان عنده ألام متكررة غير مستجيب للعلاجات البسيطة للمعدة أنه يتوجه لطبيب المختص نعم نعم جميل جدا طيب دكتور شو في عوامل ممكن أنها تزيد من القرحة إذا كانت موجودة أو ممكن أنها تأدي للقرحة إذا كان في استعداد يعني التدخين الكحول القهوة التوتر طبعا هي إجمالا العدات الغذائية السيئة من الجوع الشديد الشبع الشديد التناول وجبة واحدة من الطعام وخصوصا مساء نعم الاعتماد على الأكل السريع على وجبات السريعة كثير التدخين الكحول نعم كل الأسباب هذه قد تؤدي إلى تفاقم مشاكل المعدة والإثنى عشر والتقرحات مع مضاعفات هنا نعم القهوة تحديدا دكتور ممكن تسبب قرحة الحالة؟ نعم السيرة المرضية الجيدة والفحص السريع الجيد نقوم ببعض الإجراءات للفحصات البسيطة مثل فحص الجرثوم الحلزونية وإن كانت موجودة يعطى العلاج مباشرة بدون أي تدخل بمعنى ما في داعي للمرضى اللي بيتحسنوا على العلاجات نعم نعم لهم إجراءات مثل تنظير المعدة أو تنظير الاثنى عشر ولكن المرضى اللي عندهم حالات متقدمة عندهم علامات وجود قرح شديدة مثل الاستفراغ المتكرر وفقدان الوزن والاستفراغ الدموي هؤلاء المرضى بيحتاجوا أكيد لإجراء تنظير علوي للجهاز الهضمي لغيات التشقيص والعلاج الصحيح طب دكتور نحن بلشنا الفقرة بالعنوان التالي قرحة المعدة وهل يمكن الشفاء من القرحة نهائيا ففعليا هل يمكن الشفاء من قرحة المعدة نهائيا طبعا قرحة المعدة إن عولج السبب شفيت أكيد ولكن قرحة المعدة تمتاز بحاجتها للمتابعة بمعنى بعد أخل العلاج والتحسن يجب زيارة الطبيب بعد 6 إلى 8 أسبوع للتأكد من شفاء قرحة المعدة خصوصا بس هنا الفكرة أنه السبب لازم يزول يعني إذا واحد مثلا سبب القرحة نظام غذائي سيء مثلا نعم هو زبط أكله شوي خفت القرحة بعد شوي راحت تختفي الأرض رجع النظام غذائي سيء رح ترجع رح ترجع حلو وما في أنه حل يعني هي مش رح تختفي نهائيا إلا إذا اختفت السبب المسبب لهذا الشيء طبعا إذا اختفت المسبب الرئيسي الجرثوم الحلزوني اختفت القرحة إذا تم الابتعاد عن المسكنات السرودية أو نان السرودية اختفت القرحة نعم إذا تم تخفيف التدخين والكحول اختفت القرحة حلو مع الاجل الصحيح نعم حلو لكن ليس الفكرة أنه شخص يفكر أنه أنا رح أعالج القرحة رح أضلني أعمل للأشي اللي بسبب رح أرجع للأشي اللي بسببها أكيد رح ترجع الكرة مرة أخر نعم حلو طب شو الأثار السيئة ممكن دكتور اللي ممكن تصير على الجهاز الهضمي وعلى الإنسان بشكل عام إذا كان في قرحة ومستمرة إيش بالضر؟ يعني هي لا يكفي الأعراض الألم المتواصل الشديد في البطن يؤدي إلى تدهور نوعية الحياة عند الإنسان واحد واثنين ممكن يدخلنا بمضاعفات شديدة من النزف الذي قد يهدد الحياة ودخول العناية المركزة وفقدان الدم الثقب في الأمعاء إذا كانت القرحة جدا عميقة وهذا قد يهدد الحياة مكوث المستشفى لأسابيع ومشاكل طبية عظيمة نعم نعم فممكن تكون الموضوع جدا بسيط قرحة بسيطة تعالج ببعض حبات الدواء إذا أهملت تأدي لمشاكل طبية متفاقمة قد تهدد الحياة نعم طب دكتور هيو اللي أش بصير في المعدة؟ احتراء ولا بصير في ثقب في مراحل متقدمة؟ هو بداية يفقد الغشاء المخاطئ اللي بيحمي المعدة من العصارة الهاضمة اللي موجودة أوريدي في المعدة وبالتالي العصارة هاي بتصير تدخل في جدار المعدة وتصير تأدي لجروح أعمق وأعمق وإذا أهملت هذه الجروح ممكن تخترق حتى جدار المعدة والاثنية عشر كامل نعم جميل جدا دكتور محمود بدي أتشكر حضرتك حبيبي معلومات هامة جدا شكرا شكرا أهلا و سهلا شكرا شكرا أهلا و سهلا فيك